السلام عليكم أخواتنا المشاهدين اليوم سننهضروا على عالي ووصال كيف ما شفنا خرج بهذا الفيديو هذا مع الصب وطال علي الدم الراديو محمد اللي داروا واحد الفيديو قبيلة وهضروا على المراد ديال أم ديال عالي وقالوا بأنها مريدة مسكينة وهزوها هما ودوها السبيطار وكيبكي وهو الزوجة دياله وأنهم زعماء بقات فيهم دكسيدة وهذا الشي هذا غيكون زعماء ضد في عالي لأنه عالي كيف ما شفناه كان مسافر هو ووصال وبناته ومن يرجع عقبتان يسافر المرة الثانية ومشفناش مع والديه لأنه كين وحد الخلاف لنهار خرج عالي فقعان هو ووصال كان المشكل عنده مع أمه كان كيبكي وكيعنق في ذوك البنات وكيقول أنا عندي غير بناتي في هالدنيا وصافي واليوم عدا عرفنا المشكل اللي عنده مع الأم دياله ووالديه كان مغاير معهم وكلنا سمعنا الأم ديالهم اللي تتاصل بها عالي باش توضح للناس بأنها ما مريداش وبأن بأن راديا ومحمد بغوا يدروا غير الفتنة فاش خرجوا في ذاك الفيديو باش يقولوا للناس رهام ريدا وهضرات وبرقاتوا بأنها كتقول لي سمح لي يا ولدي لغلط فيك لأن في الخصام فاش كانوا مخاصمين كان داس شي صداع بيناتهم وشفنا هو كيبكي وكيقول المحمد ورادية بعدوا لي من أمي وبعدوا لي من عائلتي وما تبقىوش تسعوا بيها لأنها فلوسها حيث شفنا الآخر من يخرج ذاك الفيديو وقال أنا اللي هزيتها أنا اللي اديتها لطبيب وهو وجهته بحالة زعمة الأم دياله شيطة وما عندها باش تداوى وهو زي ما قال سيخسر في الفلوس الصافر والأم دياله ملاقية باش تداوى شفنا الأم سكينة حيث الأم دائما مسامحة هضر معاه في التليفون وقالت لي اسمح لي يا وكل شي ولكن أنا غد ينعقب على عالي هنا في هاد المرحلة هادي مني الأم ديالك عيات خوة قال عندها هاد المرض مزمن ولكن مني عيات وتزاد عليها الحال وانت عندك معها مشكل ما كانش عليك تخلي حتى يخرج رادية ومحمدي يهضروا عليها ويبكيوا عليها عاد انت تنود تصرح بالحقيقة والخصام والخيلة في اللي بيناتكم كان عليك تهبط ديري كت عند الأم ديالك ما تتاصرش غير في التليفون يجي معا تسامح معا حيث ماشي بعيد والوالدين زعمه وخايدرو في اللي لدارو ضارو خاصنا نسامحوهم كان عليك تهبطي عندها واخدك المكالمة في التليفون كتبان انها رادية عليكم وما غضباناش منك ولكن رغم ذلك كان عليك تهبطي من ذاك السافر وتجي عند الأم ديالك هي اللولة وتطمن عليها وتاخد راحتها وتاخد رضاها وذيك الساعة سجل الفيديو الى بغيتي تسجلي اما باش سجلتي الفيديو انت ما زال مسافر جات شوية ناقصة انت مصافر فالصافر ديالك والأم ديالك هضرات معاك وقد قولي ليها قاع هاد المشاكل اللي وقعه انا بعدها معجبنيش الحال ولكن عالي كيبان بانه كان عنده هاد المشكيل بسباب راديو محمد وكيقول لهم بغين تفرقوني علي إما وبغين تفرقوني وبغين تدروا المشاكل وبغين تدروا الفتنة كيف مشفنا احنا هاد راديو محمد هما مدارو فيه غير الخير هما بينوهم اليوتيوب هما دبا ابنوا ليهم وساعدوهم وداروا لهم القناة وشجعوهم وكيف مشفناهم وصلوا مية ألف وقيل غير فشهر ولا قل زعم هاد الناس خيرهم كتير ماشي عندهم باشي نوضوا يديروا هاد الفيديو هاد على الام ديالو ومخاصمة معاه جات شوية طيحة وجات ناقصة لا بالنسبة لللمتابعين لا بالنسبة حتى العالي ومراته كي غيبانوا بحالة زعمهم ممسخوطين وما مدهاش في الام ديالو وهمة غير مرته ولادو بحالة بينو زعمهم وحات الصورة خيبة حتى هما عندهم كي ما تنقولوا غلط كبير بهاد هاد الشي اللي كيديرو هاد الفعيل اللي كيديرو خصوصا هاد سي تساعدهم زعمهم الحق يتقال ساعدهم وبينو في السوشال ميديا خاصة مش ردوا لي الخير بهاد طريقة هاد وهديك الام كيف ما قلت مسكينة قد هضر فدك التليفون وقد قل لي انا ما تديش ما تديش عليا وسمح لي وكنت ساعة غاضب احنا العائلات كاملين كي يجيوا وقت الخصام مع الوالدين ووخا هادك الوالدين وواحد ما يتخاصمش معاهم حتى لا قضبوا لطلع عليهم دم تخوي قاع وتخليهم تبعد وتخليهم تيتفشوا ما تبقاش تتعايير معاهم ولا تتخاصم معاهم باش ما تواصليش شي حاجة اللي صعيبة بحل نعيمة البادوية والبنت ديالة دابا وبحل يسرى معا الام ديالها واحد دائما مني يكون المشكل كي ينع الوالدين من الاحزن بعد وهديك الساعة يبدل سيما تنقوله ساعة اخرى وما يبقاش فوجههم وتخاصم معاهم بحل اي واحد عادي كيما قلنا عالي كيبان محطم ومحطم بزا من المشكل اللي عندهم على الائلة دياله واللي هو كي يتهم راديا ومحمد قالوا انتم ما بغن تزرعوا لي الفتنة بيني وبين المتابعين وبغن تطيحوا بيا وبغن تصغروا بيا قدام الناس وكيب ماشي بنا يطلب من الام دياله قال لي هاي لجوا عندك ما تسجليش معاهم فيديوهات ما تبانيش معاهم لانهم بغن يحطموني وبغن يطيحوني وقال لها من الدوكالطبيب راهم خرجوا فيديو وقالوها وبالصح نيتو قالوا احنا ما بغناش نبينوها ليكم حيتي يا مريضة والدار عامرة ولكن هما صابوا الفرصة في ننظروا داك الفيديو وخاء الماراض والناس والدار عامرة حتى هم مره لا يسمح ليه مصافي والابن ديالها وصها في المباشر وقدام الناس بانها ما تبقاش تصور معاهم فيديوهات وبانها مره هم بداو هالسبيطر وكي نخرجوا وقالو هالفيديو وهالشي بقى في هالحالته وقالت ما كانش عليهم يجيب دعلي هذي كلمة ديالها زعمة بناقص منها لان داك محمد راه الاب دياله هو عالي وولدها الاب دياله راه عادي راه اتهي والام دياله ما عنده مش زمالة شي خرجوا ويقولوها بأن احنا درنا فيها ولا درنا فيها وقال هو بغي سعاو بيها وقال بأن الام دياله عندها خيرها وعندها رزقها وعندها املاكها وهدشي بالشهادة دياله تهي قالت انا عندي املاكي وعندي رزقي وعندي خيري وهدشي سبق عالي وهدر علي بأنهم هما وحد الناس اللي ميسورين قبل اليوتيب وهدر علي فاش الناس كانوا نايدين معاه وحد الحرب ديال اليوتيب قال بأنني انا قناتي انا عائلتي لبس عليها وقبل ما اليوتيب وكنت بخيري هدشي علاج قال الام ما قاعد طالاش عليا زعمها باش انا نداويها ولا نديها الطبيب واخير رغم ذلك ما خاصوش ما خاصوش يتسقرم على الام دياله وما يبعتش عليها يخسر عليها يجي من يسمع الماراد ما يبقاش يطمن غير في التليفون وما يخليش تيخر نض هدشي كامل ويجي ويبقى نحدها باش هكدا تهي تبقى مرتاحة وباش تهو صورته تبقى مزيانة مع الناس هدشي هو اللي خرج بيه عالي وبالي نمعصب وكيف ما شفنا ويصال طيلة الفيديو ويا كتبكي حداه قلبها عامر تياعر ملاقيش الفرصة باش تحكي ذك شي اللي عندها لانهم تيبانوا ضرورين بزاف المشكي العائلي اللي هو عندهم ومع الوالدين ديال عالي وويصال وكيف ما سنشوفو هدك ولدهم وهدك ولدهم وهدك بحلم سيطر عليهم حي تقريب ليهم بقى معاهم وهاده اخوة اه اللي قوي عالي سافر ذك شي عليا شقوة بقى لاخر زي ما تحت جناحهم وكي يقول ليهم أنا مهال لي فيكم وما ديها فيكم وشفنا ويصال كاتب كيبو حد الحرقة وكيف ما كان قولو اللي يصفع الخواطر حد اليوتيوب هده كيدير شوية ديال الفيثنا في العائلات اللي يهدي ما خلقوا الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله